اشتركوا في القناة اختر Horizontal Distribute Center لتسوية خشب الحاجز من الأعلى تحدد عنصر الأطول من القائمة في الحاجز ثم نحدد العنصر الآخر من القائمة أيضا مع ضغط Shift افتح قائمة Window واضغط على Align ثم اختر Vertical Align Top لكي نعمل مجموعة للحاجز بحيث أنها تكون خشب الحاجز مع بعض يتحرك سويا نذهب إلى تحديد العناصر كاملة بعلامة السهم الأسود من شريط الأدوات ومن شريط القوائم نختار Object ثم Group لوضع إطار الحاجز نذهب إلى تحديد الحاجز كامل تحديد الإطار أيضا مع Shift نحدد عنصر واحد فقط على الحاجز ثم نفتح من شريط القوائم قائمة Window ثم اضغط على Align وبعدها نختار Vertical Align Center نخستطر نخستطر متسلة